السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على خير الانام سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام متابعين الاعزاء فيديو جديد وخبر جديد عن التعليم وزي ما حضراتكم شايفين عنوان الفيديو موعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2020-2021 لجميع الصفوف الدراسية بدءا من KG1 حتى الصف الثالث السنوي هنتكلم مع بعض عن موعيد الاختبارات بس لو اول مرة بتزورونا ياريت تفعلوا زر الاشتراك الزر الاحمر اسفل الفيديو وكمان ندعم الفيديو بلايك وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مننا اشعارات بكل فيديو جديد بنقدمه بخصوص التعليم اول باول ويلا بينا نبدأ مع بعض وندخل في تفاصيل الفيديو بعد ان قررت الحكومة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول للترم الاول فيما بعد انتهاء اجازة نصف العام والتي ستبدأ السبت المقبل وتنتهي يوم 20 فبراير ينتظر جميع الطلاب واولياء امورهم الاعلان الرسمي عن موعد الامتحانات الجديد من قبل وزارة التربية والتعليم ومن خلال التواصل مع احد المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم حصلنا على عدد من التصريحات حول هذا الشأن حيث اكد المصدر ان وزارة التربية والتعليم بتعزم عقد امتحانات الترم الاول عقب 20 فبراير ولا نية للتأجيل مرة اخرى او الالغاء وسيتم الاعلان عن موعد الانطلاق خلال فترة الاجازة من يوم 16 وحتى يوم 20 فبراير واضاف المصدر ان هناك سيناريوهات عديدة وضعتها الوزارة للتعايش مع فيروس كورونا لاجراء الامتحانات واستكمال العام الدراسي حفاظا على صحة الطلاب اما عن امتحانات السنوية العامة والفنية كشف المصدر انه بخصوص امتحانات السنوية العامة والديبلومات الفنية فلا يوجد اي قرار رسمي بطرح الهما وستعقد في موعدها المحددة فتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 29 مايو المقبل وستكون ورقيا وامتحانات السنوية العامة 19 يونيو المقبل زي ما حضراتكم كنتم متابعين ان الامتحانات من الكي جي ون حتى الصف الثالث الابتدئي هتكون تقييمات يعني ما عندهمش امتحانات تحريرية ولكن التقييم هيكون من قبل المعلم وده على حسب حضور الطلاب في الفصل الدراسي الاول بالنسبة للصف الدراسي الرابع حتى الثالث الاعدادي بتكون امتحانات تحريرية ولكن زي ما اتكلمنا قبل كده ان بزارة التربية والتعليم بتحط كذا سيناريو او حتى عندها عدة سيناريوهات وبتقدر الموقف او تحديد الامتحانات حسب تحسن الوضع بالنسبة لكورونا ففي حالة تحسن الاوضاع وعدم ازدياد عدد الاصابات بكورونا بعد 20 فبراير حيتم طبعا الامتحانات وحيكون فيه تحديد لجدول الامتحانات من يوم 16 ليوم 20 فبراير بحيث ان لما الطلاب ينزلوا يوم 21 حيكونوا نزلين وعارفين الاختبارات ومواعدها والجدول بتاعهم حيكون ايه وبعد كده حيستكملوا الفصل الدراسي الثاني اما السيناريو التاني ان لو كان عدد الاصابات لسه في حالة ازدياد وما فيش تحسن بالنسبة الوضع كورونا فطبعا حيتم تأجيل الامتحانات لنهاية العام واحتمال برضو ان احنا الفصل الدراسي الثاني حيتم استكماله من خلال التعنيم عن بعض من خلال المنزل ويتم عمل امتحان واحد في نهاية العام فطبعا اللي بيحدد الوضع كله باكمله هو حالات الاصابة او التحسن في كورونا اما بالنسبة لو تحسنت الاوضاع فان شاء الله باذن الله هتكون الجداول او الاخبار باذن الله عندنا هتكون من يوم 16 اليوم 20 هتبدأ الجداول الامتحانية تنزل وطبعا احنا بنتمنى ان يكون فيه تحسن في وضع كورونا وتقل عدد الاصابات واللهم يرفع عنا هذا الوباء علشان يتم معانا الفصل الدراسي الاول او التاني او العامل دراسي كله يعدي على خير ان شاء الله وولدنا يمتحنوا الفصل الدراسي الاول يعني بشكل طبيعي لانه هيكون من الصعب جدا انه يتم دمج الفصلين او الترمين في امتحان واحد في نهاية العام وبالذات للصفوف الدراسية الاولى زي الصف الرابع او الخامس او السادس الابتدائي هيكون الموضوع بالنسبة لهم صعب جدا وحيبقى المناهج كتيرة ومكسفة وخاصة ان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مصمم على عدم حسف اي اجزاء من المنهج وانه هيتم استكمال المنهج الدراسي كامل للفصل الدراسي الاول فبالتالي احنا في انتظار 16 باذن الله فبراير علشان نقدر ساعتها نشوف الوضع هيكون وصل لإيه وساعتها الوزارة ان شاء الله هتحدد لنا الموقف ولو كان خير باذن الله والاصابات قلت هنبتدي الوزارة تنزل لنا جداول الامتحانات للصفوف جميع المراحل الدراسية في تلك الفترة اما لو مزالت الاصابات في ازدياد فاكيد طبعا مش هيكون في امتحانات وحيتم ترحيلها لنهاية العام فطبعا بنتمنى ان شاء الله من الله ان يرفع عنا هذا الوباء ويكون فيه تحسن باذد الله من هنا لحد يوم 16 فبراير وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة يارب تكونوا استفدتم لان كان الشغل الشغل لكل الطلاب واولياء امورهم هنمتحن طب يا ترى احنا دلوقتي هنذاكر ولا خلاص هنوقف مذاكرة علشان الدراسة او الامتحانات اتأجلت فلا يا جماعة طبعا نصيحة سواء كانت الامتحانات اتأجلت او ما اتأجلتش فاحنا بنذاكر عادي جدا ولو بعد ان شاء الله 20 فبراير بقى فيه امتحانات والوضع يتحسن يبقى تمام وخير وبركة ولو ما فيش امتحانات يبقى برضو ده هيكون فيه مصلحة ولادنا لان طبعا فيه مواد كتير بتكون تراكمية ومعتمدة على بعضها فما ينفعش ان احنا نلغي اي اجزاء منها ونكمل الدراسة والسنين القادمة باذن الله بشكل تدريجي ومظبوط والولاد يكون مستواهم كويس باذن الله وبكده نبقى وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو ويارب يكون الفيديو طمينكو شوية وفي نفس الوقت اديكم نصيحة ان انتو ياريت تعملوا بيها وهو ان احنا ما نوقفش الدراسة لاي ظرف من الظروف وان احنا نستكمل العام الدراسي عادي جدا لحد ما نمر بالازمة اللي بتمر بيها البلاد على خير بإذن الله وفي نهاية الفيديو وفي الختام في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته